كنا عملنا معاكم ثلاث حلقات من قبل تتعلق بنهب الأراضي في مصر أو كل ما يثار حول الأراضي في مصر الاستيلاء عليها حتى البناء على الأرض الزراعية المنهوب والمسروق كل هذه القضايا تناولناها معاكم في عدة حلقات سابقة وهو ما أثاره الرئيس السيسي اليوم في الكلام اللي كمان تم متابعته بشكل كبير ويثير جدلا كبيرا حتى الآن على اعتبار أنه هل بعد كلام الرئيس السيسي هتتخذ الدولة خطوات لاستعادة الأراضي المنهوبة وما أكثرها شوفوا بقى كم المساحات الشاسعة اللي تم نهبها والاستيلاء عليها بوضع اليد أو بغيره بأي أساليب تانية قلنا أنه الحل هو البحث عن وسائل إما أنك تقنن أوضاعا وتأخذ أموالا تعود على الدولة أو أنك تستغدها والقانون والقوانين تتيح لك كل ذلك لكن للأسف الشديد بنسيب كل هذه القضايا وتلاقي الناس تقول لك يوم ما بيكلمونا عن ارتفاع الأسعار وعايزين فلوس مننا والحكومة حكومة الجباية بتأخذ فلوس من الناس وعندهم أراضي منهوبة بس لو استعدناها وتم استردادها حتجيب الفلوس اللي انتو عايزين تجبوها من الجباية ومن رفع الأسعار بالشكل اللي احنا بنشوفه كلام الرئيس السيسي كمان كان أهم ملفة الانتباه دايما الناس بتقول لنا لما بنجيب ناس تقول احنا مش لاقيين ناكل احنا جعانين فالناس تنتقدنا يعني وتقولوا انتو بتصدروا احباطا للناس رئيس السيسي اليوم استخدم هذا التعبير وقال ازاي تكون كل هذه الأراضي منهوبة والناس مش لاقي يتاكل استخدم هذا التعبير كما ستستمعون أنا بصراحة زعلان قوي زعلان في الموضوع ده إن حد ياخد أراضي مصر كده وكل واحد أكنها الناس مش هيئة تاكل ونستمد ديها بالعشر تلاف فدان وعشرين الف فدان ياخدهم يقول لك دول بتوعي والله يا العظيم ولا فدان واحد مظبوط ايه حيفاني اللي زارع هو فقط اللي ياخد أرضه ويدفع تمانا فورا أي أرض مش مزروعة بيتم سحباتها من فضلكم الموضوع ده تكليف للجيش والوزارة الداخلية اللي زارع أرضه نقنن وضعه يدفع دي الوقت اللي مش زارع الأرض يترجع فورا وتنضم للشركة عشان تتوزع على الناس شكرا شكرا طبعا الكلام هو تعبير اللي الناس بتستخدمه في بعض التقارير اللي احنا بنزعها عن ارتفاع الأسعار عن الإحباطات المعيشية والاقتصادية وما بيطلع الناس يقولي احنا جعانين ومشتقيين ناكل فكان البعض بينتقدنا ويقولوا انتو يعني بتتعمدوا تصدير حالة الإحباط الرئيس السيسي استخدم التعبير اليوم صحيح استخدمه وهو بتكلم عن فلوس ضيعة وفلوس منهوبة يمكن تخلي الناس تاكل كويس وممكن نستغنى عنها أو نستغنى بيها عن إجراءات بتتخذها الحكومة لجلد الناس ولرفع الأسعار وتصيب الناس في حالة الغلاء اللي استوحشت بشكل كبير يعني تقضي على الفساد حيوفر لك أموالا انت عايز تجيبها من الخضوع لسندوق النقد الدولي ومن الجباية من الناس ومن ارتفاع الأسعار والغلاء طيب ما تيجوا نفكر في استعادة كل ما هو منهوب كل ما هو مسرو